منذ توليه السلطة في انقلاب عام 1989 لم يواجه عمر البشير تهديدا داخليا أكبر من الاحتجاجات التي تشهدها السودان منذ كانون الأول الفائت المظاهرات التي بدأت احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز لثلاثة أضعاف أدت إلى مقتل حوالي 37 شخصا وفق منظمة العفو الدولية متحولة إلى احتجاجات تطالب بإسقاط حكم البشير وتتبنى شعار الشعب يريد إسقاط النظام وفي الجمعة الأولى من العام الجديد والتي أطلق عليها جمعة الحرية والتغيير استخدمت الشرطة السودانية الذخيرة الحية والقنابل الصوتية بالإضافة إلى الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين رغم أن البشير وجه بتشكيل لجنة للتحقيق بالأحداث التي شهدتها البلاد فيما شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من النشطاء السياسيين والصحفيين من بينهم الدكتور محمد ناجي الأصم عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين التجمع بدوره دعا إلى مسيرتين حاشدتين يوم غدا الأحد لتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي ويوم الأربعاء لتسليم مذكرة أخرى إلى البرلمان وكلتاهما تطالب بتنحي البشير السودان البلد الغني بالثروات المائية والأرض الخصبة والقدرات البشرية يشهد مخاضا شعبيا ينتشر بسرعة بين مدن السودان كافة ويضع البشير تحت ضغط دولي